هنا بقى وهل من حق الرجل أن يخفي زواجه الثاني عن زوجته الأولى شوف حضرتك أولاً الإسلام يريد الشفافية والمصداقية والمصارحة تمام وبرضو هنا احنا بنوازن ما بين المصالح والمفاسد والله سيادتك أولاً أرقص له في الزواج الإعلان بقول النبي صلى الله عليه وآله هذا الزواج أعلنوه في المساجد وضرب عليه بالدفوف إنما العلاقات السرية والكلام ده وتأخذ يفطت زواج لكن هنا قد إذا استوفى عقد الزواج الأركان والشروط يعني من الولي عند جمهور الفقهاء ثم تسمية أو تحديد الصداق أو المهر ثم الشهود وأقله اثنان عدلان والإعلان حضرتك استوفعين الأركان والشروط هل له أن يختر زوجته الأولى؟ نرجع لنفس الاقتراح اللي أنا قلته لو اشترطت في صل بعقد الزواج أنه يعلمها يبقى أصبح فرضاً أن يعلمها لو ما أعلمها شيء يبقى بغشة؟ لا أمان أولي ستك حاجة إلا إذا اتفقت معه يعني حتى بدون كتابة إذا قالت له إنني لا أطيق أن أعيش مع أخرى وده اللي رعاه النبي صلى الله عليه وآلف ستنا فاطمة ابنته عليها رضوان الله لما سيدنا الإمام علي رضي الله عنه أرضاه أراضي أن يتزوج بثانية فالرسول لم يحرم ولكن قال إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنة عدو الله تحت سقف واحد فإن لسه بقى لا تكمله فإن أراد ابن أبي طالب أن يتزوج عن الزواج الثاني فيطلق ابنتي نعم الرسول فعل ذلك فهنا سيدنا علي طبعا احترم رغبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغضب السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ولم يعدد عليها حتى ماتت لما ماتت تزود إنما طول حياتها لا احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أقول برضو حضرتك ما يجتمع فقهاء وخبراء من علم الاجتماع وعلم النفس وبعدين يعملوا يعني مقترحات وتطرح للحوار المجتمعي الجاد بدون أن طرف ينحاز على حساب طرف آخر يعني الكلام مش أقدر أوضحه أكثر من كثير يعني يكون فيه تحر المصلحة أنا لا أقول أرضي الرجال ولا أرضي النساء أنا أرضي الشرع الشرع رحم طبعا يعني أنتم قادرة بشؤون دنيا صحيح خدت بل حضرتك فهنا لا مانع أنه علماء كما قلتوا الاجتماع علماء علم النفس علماء خبراء في الفقه الأسرة مع فقهاء الشرع الإسلامية يبقى ورشة عمل مشتركة والمستجدات بس لا تخالف نصا شرعيا يبقى في اجتهادات وحلول لمستجدات ومستحدثات ونوازل وطوارئ وعوارض شرط ألا تصادم نصا قطعيا لو خب عنها غشاش ولا مش غشاش لا شوف حضرتك قد تكون هناك ظروف أنا لا أعز يعني لا ألتمس له عذرا وقد يكون الإخفاء لمصلحة الأسرة إنما إمتى يكون بقى يعني عفوا تجاوز إذا عاهد إذا عاهدها يبقى هنا بنقوله إيه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقلوا الأيمان بعد توكيدها مش